احكي لنا النهاردة اليوم كان ماشي ازاي انا عارف ان انت من الصبح دائما ما بتكون متواجد في كل البرامج ولكن احكي لنا كده او لخص لنا اليوم النهاردة كان ماشي ازاي ويعني برضو معرفش انا انا بقالي كتير برضو ما شفتش كابتن خطيب معانا من اليابان في سنة 2004 ولا 2005 لما كنا موجودين في الفريق الاول كان الكابتن معانا رئيس بعصة برضو في كاس العالم لكن اشرح لنا برضو الأجواء في وجود الكابتن الخطيب والاستقبال يعني احنا بقالنا يومين او ثلاث يام اجازة ولكن الشغل بتاعكم اللي انتو عاملينه الحقيقة بيخلينا كأننا عايشين الحقيقة مع البعثة النادي الاهلي وجودها الحقيقة في قطر فشرح لنا كده اليوم من الاول كان ماشي ازاي والكابتن بيعمل ايه واليوم ماشي ازاي الحقيقة قيمة كبيرة جدا كابتن اسلامي الكابتن محمود الخطيب كرمز كبير جدا وصورة النادي الاهلي تواجده في اي مكان الحقيقة كل بيحاول ان هو يلتقط الصور معا استقبال حقيقة كان اكتر من رائع من جمهور النادي الاهلي اللي اصار ان هو يتواجد الحقيقة في المطار هتاف يعني بيبو بيبو ده كان بيهز الحقيقة المطار ويمكن كابتن رحلهم واستقبلهم وحياهم بشكل كبير جدا يعني بتدي انطباع كبير جدا للعبين والجهاز الفني بالكامل ان الرمزة ما بيكون موقود والقائدة ما بيكون موجود بتدي عيبء كبير جدا على العيبة وحمل كبير جدا العيبة بس حملة مشروعة لان الجمهور كمان عايز البطولة وحابب لعيبة النادي الاهلي ترفع كل البطولات اللي بتشارك فيها فالحقيقة دور كبير جدا الكابتن محمود الخطيب متواجد على طول بيداعم وبيسنده النهاردة كمان يا كابتن اسلام يعني قبل ما ننزل على طول التدريب النهاردة ممكن النهاردة كان تاني يوم طبعا لتدريب فريق النادي الاهلي اجتمع بالجهاز الفني واللعبين بالكامل طبعا حثومك اكد طبعا على اهمية البطولة جمهور النادي الاهلي عايز كل بطولة لازم نادي الاهلي ياخدها لازم نادي الاهلي يقدي فيها بشكل جيد جدا التوفيق وعدم التوفيق طبعا منتع ربنا سبحانه وتعالى لكن نعمل اللي علينا وعشان بتعمل اللي عليكم بتجتهد ان شاء الله ربنا يكفأك اكد كمان على ان البطولة دي هتفرق مع النادي الاهلي بشكل كبير حصلنا على نهاردة بركان في الموالش النادي الاهلي في الرسالة وسط للعيبة واللعيبة كمان عندها رغبة كبيرة جدا كابتن اسلامي لنا عرفة قيمة البطولة وعرفة اهمية التوجود هنا في قطر احنا اكبر جالية متواجدة طبعا في شرق اوسط هنا في قطر بنسبة طبعا للمقتربين فيمكن ده اللي يمكن مدي دفع كبير للعيبة وعارفين ان الاستاد استاد احمد بن علي يكون مليء على اخره بالنسبة ليه جمهور النادي الاهلي فدي نقطة مهمة جدا طبعا بنتمنى لعيبة النادي الاهلي يكون حتى في الحزبان ومركزة بشكل كبير جدا ان هي يكون تسعين دياء فقط لغير مش عايزين نوصل بقى لأي رقلات ترجيح ان شاء الله بإذن الله بجهد اللعيبة وبإصرارها الكبير اللي احنا بنتبه في التدريبات تنتقل ويكون مردوده كبير جدا ان شاء الله يوم الاربعه النهاردة طبعا كان تدريب قوي جدا لفريق النادي الاهلي قادر اقول لك النهاردة يمكن اول يوم طبعا تدريب ما كانش بالقوة لان التدريب كان صباحي مباراة مصر طبعا كانت الساعة واحدة ظهر ينا بتوقيت قطر فيمكن بيتسو مسماني قارر يكون في تدريب صباحي ثم بعدها طبعا لمشاهدة لعيبة طبعا النادي الاهلي لمتخبنا الواطن لكن خلاص بقى من اليوم تدين بقى خلاص في موعد المباراة تمانية مساء بتوقيت الضوحة سبعة مساء بتوقيت القاهرة فالنهاردة كان التدريب الثاني الفريق النادي الاهلي في موعد المباراة وبدأ التدريب كعاته طبعا فقرات بدنية متنوعة الراجل بركز بشكل كبير جدا على التاكتك مخصص يمكن جزء جبير جدا كابتن اسلام للتاكتك اوقف المران اكثر من مرة بيأكد على الثغرات والتحرقات التخطات العكسية بالنسبة للاطراف ازاي نقدر نضغط في تلت الملعب الراجل آري بشكل كبير جدا وبتابع بشكل كبير جدا كل مباراة الرجال اخيرة وتحديدا نقاط القوة والضعف اللي بيأكد عليها في التدريبات لعبة النادي الآلي واضح تركزها الكبير انا عايز اطمينك كمان على اكثر من اللاعب النهاردة في تساؤلات عديدة طبعا على بعض اللاعبين نهاردة يمكن كل اللاعبين طبعا لعبين الدولين لم يشاركوا نهاردة في التدريب تماما لالتقاط الانفات شوية يعني الجهاز الفني والجهاز الطبي الدوم نهاردة 24 ساعة راحة تدريب كان خفيف جدا في الجيم وريكافري طبعا لكل اللاعبين على ان يتواجدوا بقى بالكامل في تدريب الغد يمكن بدر بنون هو اللي يتخذ راحة اضافية امس لكن النهاردة الحقيقة ظهر بشكل رائع ومماز جدا في التدريب اضافة كبيرة جدا ان شاء الله يكون في فرمة المباراة ان شاء الله يوم الاربعاء مرورا بالايام ايضا كمان ايمان اشرف يعني عايز اطمنك على ايمان اشرف مش عايزين طبعا نقول ايمان اشرف جاهز او مش جاهز لكن المؤشرات اجابية جدا الحقيقة يا كابتن اسلام النهاردة شفناه بيجري فاتح خطوة 70 و75% فدي بتدي شوية يعني مؤشر اجابي ان شاء الله على مدار الايام القادمة وتحديدا قبل المباراة بيوم يكون في امل كبير جدا نشوف ايمان اشرف ونتطمن كمان على كل اللعيبة لسه مشوفناش افشا مشوفناش اقرب محمد شريف السلية الشناوي كل اللعيبة طبعا اللعبين الدونين لسه مشوفنهمش في ارض الملعب عشان يكون في تقييم بدني وتقييم طبي وتقييم فني للجهاز الفني بالنسبة للنادي الاهلي والجهاز الطبي بنأكد على الرغبة موجودة والاداء طبعا ان شاء الله باذن الله بالنسبة للتدريبات يكون قوي جدا لعيبة النادي الاهلي وتحافظ على بعضها بشكل كبير لان احنا محتاجين كل اللعبين في هذه المباراة اي لعيبة يكون متواجد النجم هو النادي الاهلي وانت عارف طبعا كابت اسلام انت كنت احد نجوم فريق النادي الاهلي اي حد يكون متواجد هيقدي دوره زيادة لكن الحقيقة بيتسو نوسماني بأكد على هذا الامر بيتعامل نفسيا مع كل اللعيبة بشكل جيد جدا وده مردود كبير جدا على عيبة النادي الاهلي بيعد مع العيبة بشكل فردي بشكل جماعي فيمكن الامور دي فرقة مع لعبت النادي الاهلي بشكل كبير فانشاء الله باذن الله يعني بناقم الموسيقاتنا كبيرة جدا في كل لعيب النادي الاهلي تستمر في تركيزها الكبير ويستمر أيضا كمان الجهاز الفني في التعامل النفسي الكبير أيضا كمان الشنأ والنهارضة في لفتة طيبة من الجهاز الفني كنت أتكلم مع كابتن سامي وعرف كابتن إسلام الجانب النفسي مهم جدا بالنسبة لعيب المنتخب النهاردة بيتس موسماني أصر وكان حريص جدا مع كل الجهاز الفني أن يكون فيه قد ملاب بسيط جدا للشناوي بخيمته الكبيرة الحقيقة الكل أدى لعليه الحقيقة في منتخبنا الوطني لكن هو طبعا بدلق بالنسبة لبعض اللاعبين الأهضرق للجزاء السلية كل الأمور دي الحقيقة اتكلم فيها الجهاز الفني بالكامل لكن خلاص الصفحة قبلت تماما بالنسبة لعيبنا طبعا الدوليين والتركيز الأكبر في أن هو يسعده جمهور النادي الأهلي ويكون فرحة كبيرة جدا ومجلس الإدارة والكل الحقيقة فيه مباراة إن شاء الله بنعملها يكون من نصيب النادي الأهلي أجواء طيبة جدا كالعادة كابتن إسلام بنعمل إن شاء الله المناخ الطيب اللي احنا عانشين فيه والتوفير يكون جيد للنادي الأهلي معاك كابتن إسلام كلمت على اللاعبين الدوليين ولكن علي معلول برضو وخسارة التونس من الجزائر فيه المباراة النهاية لكاس العرب وتأثير ده على علي معلول طبعا في النهاية علي ملعبش غير ربع ساعة ولا تلت ساعة أو يمكن في آخر الشوت التالت لكن في النهاية علي معلول أعتقد برضو عايزين نعرف الحالة النفسية بالنسبة لهم شايفينه هو بيسلم على الناس وجود الكابتن محمود ووجود بقية اللاعبين ووجود مستر بيتسو موسيماني واستقباله لكل اللاعبين الدوليين أعتقد ده فارق كتير جدا بالنسبة للاعبين المصريين بالنسبة لعلي بالتأكيد طبعا كابتن اسلامي يعني الروح الكبيرة مع لعبة النادي الأهلي أنه يحتوي كل اللاعبين وتحديدا علي معلول يمكن وصل هو في ساعات متأخرة من الأمس لكن مجرد وصوله طبعا ودخوله إلى المطعم الحقيقة كل اللاعب حياته بيتسو موسيماني كمان أشد بأداء ويمكن رغم طبعا الأداء أو أيضا كمان الوقت الألالة جدا لها فيه لكن أصر أنه طبعا يستيبله بشكل كبير ويحفزه يقوله خلاص الأمور انتهت بالنسبة طبعا لبطولة كأس العرب بالنسبة لانتهى وبالنسبة لمنتخب مصر وبالنسبة للمغرب انتهى لكن علي الحقيقة يعني عنده خبرات كبيرة جدا وعارف يعني إيه يفصل بالمباراة يعني إيه يفصل من المنتخب ويبدأ يخش بدوافع جديدة للنادي الأهلي لكن الدور الأكبر الحقيقة لكبات فريق النادي الأهلي يعني كابتن اسلامي احنا عندنا كبات عديدة جدا ودائما يوز النادي الأهلي يعني الميزة الكبيرة جدا نحن عندنا أكتر من كابتن فريق يقدر ان هو يحتوي اللعيبة ويقدر ان هو يدخلهم في الأجواء فدي ميزة كبيرة جدا مع فريقة لنادي الأهلي بنتمنى ان شاء الله بإذن الله الحب والتوأمة الكبيرة والإصرار الكبير وجدية لعبة النادي الأهلي اللي بنشوفها في الفندق في التدريبات في الجلسات الكل بيتكلم على أهمية المباراة الكل بيتكلم نابد يكون فيه إسعاد الجمهور النادي الأهلي اللي ممنونوش في أي حتة يا كابتال إسلام الكل بيتكلم عن المباراة دي طيب يا رب كل الأمور الحقيقة احنا شايفين طبعا استقبال كل اللاعبين لعلي معلول ما قلت ليش برضو أكرم توفيق قال للعلي معلول إيه؟ أنهم ما لعبوش ضد بعض يعني والله يا كابتال إسلام هو كان يعني كانوا بيتكلموا عادي يعني يعني كاميرا قناة اللي يمكن رصدت هذا الأمر لكن انت عارب بها طبعا يعني السوشيال ميديا خدتها بقى دخلتها في اتجاه تاني كده وفي اتجاه فات لكن حقيقة يمكن علي طبعا كان أكرم بيشيد الحقيقة علي معلول بأكرم توفيق على أداء وبنسبة للمباراة الماضية بالنسبة منتخبنا طبعا الوطني واحد من نجوم النادي الأقلي الحقيقة أكرم منتخب مصر يمكن بان بشكل كبير جدا في الباكرايت ما كانك كابتن إسلام لكن يعني انت طبعا نجم كبيرة كابتن إسلام لكن الحقيقة أكرم توفيق واحد من نجوم اللي بنتمنى له إن شاء الله كل توفيق الفترة القادمة عنده إصرار كبير وعنده شخصية كبيرة جدا بيلعب بقتال كبير فإن شاء الله بإذن الله كل الأمور دي نشوفها في 90 ديئة لأن مباراة الرجاء مباراة صعبة جدا فيها التحامات وفيها تدخلات وفيها أمور فنية فبنتمنى بيتسو مسمان يكون موفق في اختيار التشكيل وإدارة المباراة من خارج الخطوط كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا على مجهودك الكبير وعلى مجهود الكرو الكامل اللي متواجد معاكو سواء مخرجين سواء مصورين أنا بشكركم جدا جدا الحقيقة